موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة مطبخ مريم إن شاء الله كانوا تكونوا بخير وانتم ما تشوفوا في هذا الفيديو كما راكم تشوفوا جيتكم بواحد البريوش ما شاء الله اللي دخلت فيه الكابوية اللي هو القرع الأحمر يجي يعني واحد البنة خاصة يجي مميز يعني والقوام التاعو ما نحكي لكم شعني ما شاء الله لا تسهوا الاشتراك في القناة وضغط على الجرس وتفضلوا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير هنا عندي حبة بيض تكون على درجة حرارة الغرفة عندي صفار للدهن البريوش من فوق وعندي البيض البيض نحتاجوا ملعقة كبيرة من خمية الخبز نحتاجوا نصف كوب سكر عندي هنا من 4-5 أكوة بكبار يعني 200 مليلتق من الفارينة هنا عندي الكابوية اللي كنت فورتها وطحنتها نعبر كوب من بعد عندي نصف كوب مدافي ونصف كوب زيت ونصف كوب حليب يكون دافي ايضا تفضلوا نشوفوا كيفاش نديروا هذه العجينة هنايا أولا ناخد الإناء التاعي ونحط فيه الخميرة قلت لكم ملعقة كبيرة سأخليكم المقادير كما العادة مكتوبة لتحت في صندوق الوصف نضيف نصف كوب من السكر الماء الدافي الحليب الدافي الزيت ونضيف ونضيف بياض البيضة ونضيف ونضيف حتى الأخي ونضيف البريوش نضيف هذه المكونات تضرب الكهربائي واليوم نضيف هذا البريوش في العجين ونحط القارعة الأحمر كما راكم تشوفوا بها الطريقة وطبعا ضرر انه يكون تانيك شوية على درجة حالة الغرفة من مش متلاجة هنا ضفت نصف كمية الفارينة ونبدأ نعجين غير بالعقل كما راكم تشوفوا مع إضافة الفارينة تدريجيين غير بالعقل حتى تحصلوا على هاد القاوم يعني نجي النوع انه ما تتلاسق مشي بزاف كما راكم تشوفوا نخليها تعجين لمدة خمس دقايق هنا الميتها كما راكم تشوفون وللكم طبعا القاوم كيف شجيت جطرية هاكدا حطتها في إناء ودركا راح نغطيها ونخليها تخمر لمدة ساعة كاملة وهنا بعد ما خمرت لي كما راكم تشوفوا راح نحيها من الإناء ورح نشكل كورية صغيرة قد حبتها على المندارين تقدروا تانيك يعني وإي شكل حبيته تديروه تديروه نشكل كورية تتاوي طبعا هذا هو الكبر بتاع الكورية هاكدا كما راكم تشوفوا حول أنكم نديروه متساويين كي يكملوا كامل الكمية ناخدوه نرجع اللولة كامل اللي قدرناها ونفتحوها بها الطريقة كما راكم تشوفوا نحلها حربوه شرقيق هاكدا من بعد نطويها على زوج كي ندير هذا الشكل اللي اشتوه في أول فيديو نديرو بها الطريقة ناخد صينية تاعي ونحط البريوش تاعي فيه ونخلي كامل يعني بعد ما نكمل شكلهم نخليهم يخمرون لمدة نص ساعة من بعد ندهنوا بهذا السفر البيض سفر البيض وندخل الفرن على مئتين وعشرة درجة مئتين وعشرة درجة مئوية حتى كي طيب طبعا ياخد ذاك اللون الاحمر الجميل وهو اللي كما راكم تشوفوا بعد ما طب معني الريحة ما شاء الله هو واحد البنة يعني قرع الحمرة على بلكم باللي يعني هي جي حلوة لهذا اعطته واحد البنة وتعطي خفة سبحان الله للمعجنات يعني القرع الحمرة احخليكم رابط لتحت في صندوق الوستاني ويكتع الخبز الطاجي اللي ندرته بالكابوية صراحة جمع ان شاء الله انتمنى انكم تجربوه ويعجبكم ونقلكم طالف روحكم اللي ملتقى ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة